السلام عليكم يا شباب بجوز في ناس عرفت تقرأ العنوان وبجوز في ناس ما عرفت تشتقرأ العنوان حبيب نورماقا ميدوف أو حبيب محمدوف بشموه بالعربي وهو مقاتل شرس في فنون القتالية المتنوعة اللي بسموها MMA Mixed Martial Arts طبعا هاضي الزلمة اليوم بلعب بقاتل مع جستن قيجي مقاتل امريكي بلعبوا أو بقاتلوا في ابوظبي بالامارات العربية المتحدة بجزيرة هيس اتوقع اسمها في بسموها Fighting Island المهم اذا بقول لك واحد ابو احمد ليش بسولف عنه بسم الله رحمن رحيم لين جانب هالموضوع الصفحة اسمها منوعات ومضمن المنوعات تقول لنا جميع الجوانب الحياة المختلفة اني بالنسبة الموضوع هذا حبيب بالذات يعني معجب فيه اول شي كمقاتل جميل ومبدع ورائع ومعجب فيه كشخصية اخلاقه ادبه تواضعه حبيب نورماغا دوف او حبيب نورماغا مي دوف انسان فقد ابوه تقريبا قبل اربعة شهر ابوه توفى بالكورونا وحطيت على صفحتي الله يرحمه ويسامحه عبد المناف ابوه ابوه كان يدربه منه صغير يعني منه عمره اربع سنين حبيب اربع سنين لست سنين كان يخليه يتقاتل مع الدب دب صغير طبعا فمنزغر ابوه مشهور يعني في داغستان وبعلم الناس ومعظمه مشان يكونه الشخصية مش للقتال من اجل تهذيب الشخص واخراج احسن ما فيه جميل حبيب ياسيدي اتأثر طبعا بموت ابوه ولكن كونه شخصية قوية ومقاتل طموح ان شاء الله اليوم بعمل قتال مع جستن قيجي في ابو ضبي وان شاء الله انه بفوز حبيب الو ثمان وعشرين فوز بدون خسارة في اليو افسي اليو افسي الالتيمت فايتنج تشامبينشيب اللي هي افضل دوري خلينا نسميها دوري افضل دوري موجود في هذا النوع من المقاتلات او القتال هذا النوع من القتال بتضمن انواع مختلفة من اسمه يعني كاراتي تاك واندو جيتسو متسو نيتسو اللي هو سميه بوكسنج ملاكمة كيك بوكسنج وهكذا فانواع مصارعة المهم اليوم نتمنى انه الفوز احنا تمام حبيب هذا انا مرة في الفيديو تاع اللي سميته اذا بترجعوله اللي هو عنوان الفيديو قال المصاري وصخ الدنيا المصاري وصخ الدنيا انا اقتبست اقتبست من حبيب مقولة هو هذا حبيب هو اللي قال مع انه معا ملايين هو اللي قال اذا المصاري كانت باديك كويسة ومليحة بس اذا صارت براسك وصارت همك بتكون خامة خامة يعني مش لايقة ومش مليحة هذا هو حبيب اللي اقتبست منه عمره واحد ثلاثين سنة لكن سبحان الله اللي اعطاه من الحكمة وعطاه من الأخلاق والتواضع اللي حبه بالناس في القريب والغريب حبيب انا متابع كل فيديوهاته تقريبا ومرة في احد الاجتماعات هذه واللقاءات بسأله طفل يعني حتى عمل لقاء مع اطفال شوف التواضع سأله طفل قال له وانت معا مصار كثير قال له شو مصاري معك شو مصاري معك قال له عندي دلمين أرض وابدي ازراحن بندورة وخيار ودير بال عليهم ترى ما كان يتخوث يعني ما كان يتخوث لا فعلا عنده أرض وبزراحن بندورة وخيار واموره تمام حبيب من ضمن الشغلات الكلام مرة قبل سنة قبل الكورونا مع مقاتل أمريكي اسمه دستين بوريا دستين بعد ما انغلب كان طموحه انه يغلب حبيب وصير يعني بطل العالم فحبيب اخذ قميص دستين لبسه وقال انه هذا بدي يحطه على صفحته على الانستجرام ويبيعه طبعا باعه كأنه 100 الف دولار او شهي قميص يشغل بس وعطاه لدستين لبعث لجمعيات الخيرية اللي بتهبح وهاكذا المهم انه موضوع حبيب موضوع جميل جدا كمقاتل وكشخصية جميلة يعني بتعطينا كيف ممكن يكون الانسان برغم الشهرة طبعا مشهور جدا مشهور جدا ما بعرف اذا المشاهدين سمعوا فيه اكيد فيه منكو بعرفوا يعني مين حبيب شخصية مشهورة جدا مبدع معه مصار كثير لكن قمة التواضع قمة الادب قمة الالتزام قمة التضحية بتمنى انه اليوم الفوز وANTE احضرها وعاالساعة 11 بتوقيت لندن يعني تقريبا على 12 بتوقيت الاردن وانتي أحسب know بلحسب عاد عندك الواحد حسب وقته بس حبيст بالتعان به здر عدنان شبول ابو احمد السلام عليكم